هذه أبرز العناوين تعاطفون عالمي كبير مع وليد راقراغي لهذا السبب وليد راقراغي يتجه لإستدعاء الست لاعبين غابوا عن المونديال هذه رسالة روبرتو كارلوس للمغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تعاطفون عالمي كبير مع وليد راقراغي لهذا السبب تعاطفت الجماهير الرياضية من كامل أرجاء العالم مع مدرب المنتخب المغربي وليد راقراغي بعد استبعاده من قائمة أفضل مدرب في العالم وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن يوم الخميس الماضي عن قائمة المرشحين للقب أفضل مدرب في العالم ضمن جوائز دبست والتي ضمت الإسباني بيب كوارديولا مدرب مونشستر سيسي بجانب الإيطال كارلو أنشلوتي مدرب ريال مادريد وأيضا الأرجنتيني ليونيس كالوني مدرب الأرجنتين وخلفت خطوة استبعاد وليد راقراغي موجة من الغضب لدى عدد كبير من متابعي كرة القدم العالمية خاصة وأنه حقق إنجازا تاريخيا في نهائية كأس العالم بقطار بقيادته منتخب المغرب للمربعي الذهبي من المسابقة وقاد المدرب صاحب السبع والأربعين عاما قبلها بأشهر قليلة نادي الويداد رياضي للفوز بلقب بطولة دور أبطال أفريقيا على حساب الأهل المصري هذه الإنجازة التاريخية لوليد راقراغي جعلت العديد من الملاحدين يرشحونه للتواجد ضمن القائمة المختصرة لأفضل مدرب في العالم غير أن الهيكل المشرف على كرة القدم العالمية فجأ الجميع باستبعاده من جوائز دبست خطوة الفيفا أطارت موجة من التعاطف مع المدرب المغربي وليد راقراغي كما تبرزه التغريدات التالية من على موقع تويتر وقال مغارد في هذا الصدد ما الذي فعله بيب كوارديولا العام الماضي ليستحق التواجد ضمن قائمة الأفضل مكان وليد راقراغي غلطة المدرب المغربي أنه ينحدر من قارات إفريقيا وليد راقراغي كان يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم خاصة أن الجميع شهد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب في كأس العالم أعتقد أن وليد راقراغي يستحق التواجد ضمن القائمة المختصرة لأفضل مدرب في العالم أكثر من بيب كوارديولا وليد راقراغي يتجه للسدعاء السيتي لاعبين غابوا عن المونديال كشف التقارير صعفي أن الناخب الوطني وليد راقراغي يتجه للسدعاء السيتي لاعبين غابوا عن المشاركة في كأس العالم الأخير بقطارة للتواجد بالمعسكر التدريبي المقبل وبحسب ذات المصادر نقلا عن مقرب من الراقراغي فاللاعبين الست المرشحين لحضور المعسكر التدريبي لشهر مارس المقبل هم الشقيقان سامي وريان ماي لعب فرانك فاروش المجاري ومحمد بولديني مهاجم ليفانت الإسبانية وإسماعي القندوس مدافع سانجلواز البلجيكية وعمرا اللوزا لاعب واتفورد الإنجليزية بالإضافة إلى عبدالكبير عبقار لاعب ألافيشال إسبانية ولم يحسم راقراغي وطقمه التقني بعد في القائمة الأولية للمنتخب المغربية التي ستقلص بعد ذلك إلى 26 لعبا في انتظار التشاور بشأن الأسماء التي ستختار لتمثيل منتخب المغرب في المرحلة المقبلة يشار إلى أن المنتخب المغربي سيفض معسكرا تدريبيا استعداد للمباراة الوديا التي سيجريها أمام منتخب البيرو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 من مارس المقبلة وذلك في أول ظهور لوسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققوه بمونديال قطر هذه رسالة روبيرتو كارلوس للمغربة تفاعل البرازيلي روبيرتو كارلوس اللاعب الدولي السابق مع التنظيم الجيد لبطولة مونديال الأندية في المغرب في الفترة الممتدة ما بين الفاتح 111 من فبراير الجارية ومع الترحاب الكبير الذي حظي به من ضرف الجماهير المغربية وأشهد روبيرتو كارلوس أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيليا أشهد بالتنظيم الجيد لبطولة مونديال الأندية في المغرب والترحيب الذي حظي به وباقي الفرق المشاركة في هذه البطولة العالمية وكتب روبيرتو كارلوس الذي كان أحد الضيوف البارزين في بطولة كأس العالم للأندية كتب في حسابي على منصة التواصل إستغرام مدهل هنئا لفريق العمل والمشجعين شكرا للمغرب على كل هذا الحب ثلاث مكاسب للمغرب من تنظيم بطولة كأس العالم للأندية اختتمت فعالية النسخة 18 من بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنتها المملكة المغربية خلال الفترة ما بين الفاتح من فبراير والحادي عشر منها والتي عرفت تتويج نادي ريال مدريد الإسباني باللقب الخامس في تاريخه في هذه البطولة بعد فوزي على الهلال السعودية بخمسة أهداف لثلاثة في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولي عبدالله بالرباط وحقق المغرب مجموعة من المكتسبات من خلال تنظيم هذه المسابقة العالمية التي عرفت مشاركة السبعة أندية من أبطال المسابقات القارية بين مدينتي الطنج والرباط في حين احتل فلامينغو البرازيلي المركز الثالث بعد فوزها على الأهل المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بأربعة لإثنين ونقدم لكم أهم ثلاث مكتسبات حققتها لمملكة المغربية من تنظيم هذه التظاهرة العالمية أولا كسب بطيقة الفيفا من أجل احتضان بطولات أكبر حيث منح الاتحاد الدولي في فا المغرب مسؤولية تنظيم النسخة الماضية من كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخ البلاد غير أن هذه المرة استلمت المملكة المهمة في وقت وجز ونجحت البلاد في إخراج المسابقة إلى بري الأمان تنظيميا وهو ما سيجعل المغرب مرشحا لإحتضان تظاهرات كريادية كبرى مستقبلا خاصة أن البلاد تنتهج سياسة كبيرة للرفع من قيمة كرة القدم المحلية على جميع المستويات والأصعدة ثانيا إشعاع أكبر للبلد بعد إنجاز مونديا القطر الفين واثنين وعشرين حيث دخل المنتخب المغربي التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن حقق المفاجأة في النسخة الأخيرة من نهائية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين حيث اختزم المنافسات في المركز الرابع قبل أن تحضى المملكة بعدها بفترة واجزة بشرف تنظيم مونديال الأندية وهو ما زاد من إشعاع البلد على جميع المستويات كما أن الإقبال كان مهما من الجماهير العالمية لاكتشاف المملكة المغربية التي وصل صدى النجح أسودها في المونديال إلى جميع الأرجاء في مونديال تاريخي ثالثا تطوير البنى التحتية الرياضية حيث اتخذت الجهات المختصة في المغرب قرر إعادة تأهيل مجموعة من الملاعب أياما قبل انطلاق النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية وذلك ليكون البلد قادرا على تقديم ملف قوي للاتحاد الدولي في فا في الفترة المقبلة لاحتضان مونديال المنتخبات بعد أن فشل الملف المغربي في ذلك خلال سنوات سابقة كما أن تنظيم كأس العالم للأندية سيمنح البلد نقاطا إضافية لدخول رهانة أكبر في المستقبل اشتركوا في القناة